بعد النتيجة الإيجابية التي عاد بها الفريق من الحراش في الجولة الماضية أمام الاتحاد المحلي أول تهديد في المقابلة جاء عن طريق زوار بخى يسدد وكرته تجانب العمود الأيمن للحارس في اللح بعد هذا الملودية تحكمت في زمام الأمور وسيطرت بالطول والعرض على مزرية اللعب وشن رفقاء المستقدم الجديد بوسحبة عدة حملات هجومية وصنعوا عدة فرص سالحة للتهديف حيث رموا بكل ثقالهم نحو الأمام مما أجبر عناصر الجمعية على البقاء في منطقتهم للدفاع عن مرماهم لينتهي الشرط الأول مثل ما بدأ بنتيجة بيضاء المرحلة الثانية ارتد فيها الفريقان قمسان مغيرا ودخل فيها أجبال المدرب محمد حنكوش بكل إرادة وعزيمة لافتكاك النقاط الثلاث وفي الدقيقة الخمسين بليلي يفتتح مجال التهديف بكيفية رائعة وبكرة ضائرية سكنت تزاوية بعيدة للحارس طول وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه ردة فعل جمعية الخروج وصلت ملودية وهران بنفس النهش وبعد تمريرة في العمق المهاجم البديل ساندوغو يستغل تردد مدافع الجمعية والحارس ويعمق الفريق في الدقيقة الثانية والسبعين دقيقتين بعد هذا بوسحب يمرر كرة جميلة ناحية ساندوغو الذي وضع كرة على طبق لبليلي الذي لم يتوانى في وضع الكرة الشبك ليحرز الثنائية في هذا اللقاء والهدف الثالث للملودية جمعية الخروج وبعد تلقيها الهدف الثالث خرجت من قوقعتها وحاولت نقل الخطر للمنافس ولكن الاستفاقة كانت متأخرة وفي الوقت المبددي للمباراة التي انتهت بتفوق ملودية وهران بنتيجة ثلاثة اهداف كاملة